اشتركوا في القناة اهلا بكم في نشرة اخبار الراي معكم فيها احمد العنزي والبداية دوما بابرز العناوين الحكومة تطلق العنان لخدمات مدينتي صباح الاحمد والخيران انتقف وتعتذر للشعب الكويتي وتقدم استغالتك ام ستواجهنا من خلال منصة الاستجواب وفي الجعبة النيابية مسائلة برلمانية محورها تعيينات اجنبية ديوان الخدمة يعلن عن وظائف ومشروع وقفي يفتح ابوابه قريبا الكويتي تلتحق بالمنظمة الدولية للهجرة بصفة مراقبه نتمنى من الشعب الكويتي ان يتبرع لهذه المأساة العظيمة جمعية الهلال تشرع بجمع التبرعات لإغاثة مسلم الراهوينغا نحن في صدد انطلاق الملتقى الاعلامي الاول من نوعه المعني في الشباب الملتقى الاعلامي الشبابي يلتأم الأربعاء على جنحة تحفيز الإبداع جملة من المواقف وبعض القرارات صدرت عن الاجتماع الاسبوعي لمجلس الوزراء الذي استهله باتهنئة أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد بمناسبة الذكرى الثالثة لمنح لقب قائد العمل الإنساني فيما أشاد المجلس بنتائج الزيارة المثمرة التي قام بها الأمير إلى الولايات المتحدة الأمريكية ودورها في تعزيز العلاقات الثنائية واستعرضت الحكومة تدابير المتخذة لتأمين سلامة المواطنين المتواجدين في فلوريدا وتقديم الدعم لهم جراء ظروف الآصار إرما كما اطلعت على توصية بشأن ألية تشغيل الخدمات العامة لمدينتي صباح الأحمد والخيران السكنتين وقررت تكليف عدة جهات حكومية بإعداد جداول زمنية تفصيلية لتشغيل الخدمات في المدينتين من جهة أخرى أكد مجلس الوزراء وقف الكويت ومؤزرتها لمسلم مينمار ودعا توجيه الجهود الدولية للحفاظ على سلامة المسلمين هناك كذلك أبنى المجلس الراحل إبراهيم الغانم المدير العام للإدارة العامة للجمارك السابق مستذكرا جهوده المخلصة في تحمل مسؤوليات عمله طيلة خدمته بكفاءة ونزهة وبمناسبة انتاء موسم الحج بنجاح كبير عبر مجلس الوزراء عن عظيم الشكر والتقدير لخدمات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز والحكومة السعودية على الجهود الجبارة والعناية الكريمة بضيوف الرحمن في جابة المواقف البرلمانية أعلن النائب عمر الطبطباء عزمه تقديم استجواب لوزير النفط ووزير الكهرباء والماء عصام المرزوق مطلع دور الانقاد المقبل وذلك على خلفية تعيين رئيس أجنبي لشركة إكوت على حساب تعيين المواطنين على حد تعبير النائب الذي حمل الوزير أيضا مسؤولية تجاهل وتأخر الردود على الأسئلة البرلمانية وجهنا عدة أسئلة برلمانية بعضها إلى الآن لم يتم الإجابة عليها وبعضها للأسف الشديد تم تزويرها وبناء الإجابة على السؤال لهم صاغوا وليس أسئلتنا البرلمانية إذا كان تزوير سؤالنا البرلماني يه أو أتى بإعاز منك فعليك اليوم أن تقف وتعتذر للشعب الكويتي وتقدم استغالتك أم ستواجهنا من خلال منصة الاستجواب في بداية دور العقاد القادم وإذا ما كنت تدري عن موضوع التزوير ولكن وقعت على الإجابة فالمصيبة أعظم عليك أيضا أن تقف وتعتذر للشعب الكويتي وأن تحاسب من تسبب في تزوير سؤالنا البرلماني وهم بعض القيادين اللي عندك اللي مستفيدين من الباكيجات المليونية وفي شق أخباري منفصل أعلن ديوان الخدمة المدنية عن رغبته في تعيين ألفي مواطنة من حملة الشهادة المتوسطة العمل بوظيفة مرافق الطلبة في المدارس والبساط للمراحل التعليمية كافة الأمانة العامة للأوقاف بدأت باستقبال طلبات الراغبين بالتقدم إلى المشروع الوقفي للرعاية السكنية الذي يستهدف شريحة الأسر الكويتية من ذوي الدخل المحدود وقال مدير المشروع الوقفي في الأمانة باسل أذيب أن المشروع يهدف إلى رفع المستوى المعيشي للأسر الكويتية التي لا تمتلك منزلا عبر دفع جزء من قيمة الإيجار الشهري لسكن وشيرا إلى تواجد فريق العمل بالمقر الرئيس للأمانة في الفترة المسائية لمدة شهر للرد على استفسارات المتقدمين للمشروع واستقبال طلبات المستوفية للشروط مرعاة للظروف التي يمر بها مرضى الكويت بولاية فلوريدا جراء أصار إرما أعلنت وزارة الصحة تمديد العلاج لمدة أسبوعين مع صرف المخصصات المالية لجميع المرضى الكويتين الذين شهدوا الأصار في فلوريدا وكذلك المرضى الذين لا زالوا في منطقة ميامي بالولايات المتحدة الأمريكية وأبلغ رئيس المكتب الصحي الكويتي بواشنطن الدكتور علي العنزي جميع المرضى بالقرار بناء على تعليمات وتوجيهات من وزير الصحة جمال الحربي بهدف تذليل العقبات والتسهيل على المرضى الذين كانوا بمنطقة الأصار هذا وضرب أصار إرما ساحل الغربي لولاية فلوريدا بعد أن عصف بمدينة ميامي بفيضانات عارمة على طول الساحل وانخفضت درجة الأصار الذي بات من الدرجة الأولى لكن الرياح المصاحبة له ما زالت سرعتها تبلغ أكثر من 130 كيلو مترا في الساعة وأدى العصار إلى انقطاع الكهرباء عن أكثر من 3 ملايين منزل كما غرغت أجزاء من مدينة ميامي تحت مياه الأمطار التي بلغ عمقها في بعض المناطق 60 سنتيمترا ومر العصار إرما حتى الآن بعشرة بلدان في منطقة الكاريبي وأدى إلى مقتل 28 شخصا على الأقل في مدينة فرانكفورت الألمانية أكدت القنصلية العامة لدولة الكويت سلامة جميع الرعاية الكويتين الذين تواجدوا بمطار فرانكفورت في أعقاب حادثة تسرب غاز صباح اليوم وقالت القنصلية أنها تتواصل بشكل دائم أفوا مع الجهات الألمانية المختصة من أجل الإطمئنان على صحة وسلامة الرعاية الكويتين بعث أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد بقية تعزية إلى رئيس دولة الإمارات الشيخ خليفة بن زايد الانهيان عبر فيها عن خالص تعزيه وصادق مواساته باستشهاد أحد العسكريين المشاركين في عملية إعادة الأمل مع قوات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن كذلك عز الأمير الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بضحايا الهجوم الإرهابي الذي استهدف آليات للشرطة بمدينة العريش بدوره عز رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم نظيرته الإماراتية باستشاد أحد الجنود في اليمن وعز أيضا نظيره المصري بضحايا الهجوم الإرهابي في العريش المنظمة الدولية للهجرة وافقت على طلب الكويت للانضمام إليها بصفة مراقب لأن الإعلان عن ذلك سيكون في نوفمبر المقبل بحسب ما أعلنه المدير العام للمنظمة وليام لاسي سوينغ والذي قال أن المنظمة ستستقبل الكويت بأياد مفتوحة للعمل المشترك كما أهن الحكومة على النجاحات التي حققتها على صعيد التنمية وتوفير دور أكبر وأكثر فعالية للقطاع الخاص وتنويع مصادر الدخل من جهة ثانية قال سوينغ أن المنظمة ضاعفت أعداد العناصر العاملة في المجال الإغاثي في بنغلاديش للوقوف على الوضع الإنساني الذي يعانيه لاجئ الهوينغ كلام سوينغ جاء على هامش حضور حفلة تكريم وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح من قبل منظمة الهجرة الدولية فيما أعرب وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الإعلام بالوكالة الشيخ محمد عبدالله المبارك عن تطلعه إلى استمرار الشراكة بين منظمة الهجرة الدولية والكويت من خلال انضمام الدولة إلى المنظمة بصفة مراقب في الوقت الذي أود فيه التعبير عن ترحيمنا الحار بزيارة سعاد السيد ويليام لاسي سوينغ المدير العام للمنظمة لدولة الكويت للمرة الثانية خلال هذا العام والذي تمثل لنا مصدر تقدير وشرف كبيرين فأنني أود التأكيد على اعتزاز دولة الكويت بشراكتها القائمة مع المنظمة الدولية المنتدلة لما يقارب 25 عام أسهمت في تعزيز مبادئ عقوق الإنسان في دولة الكويت ودعم العمل الإنساني الكويتي على الصعيدين الرسمي والأهلي موريبين عن تطلعنا لاستمرار هذه الشراكة وتعزيزها من خلال تقديم بلادي طلب الانتمام لعضوية المنظمة الدولية للهجرة بصفة مراقب والذي سيتم النظر فيه خلال اجتماع المجلس التنفيذي للمنظمة في نوفمبر المقبل نثمن من الشديد بجهود المنظمات الأممية التعبئة لمنظمة الأمم المتحدة في تنفيذ هذا المشروع الأممي الذي انتهى في يونيو الماضي المشترك مع الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية لدعم قدرات الهيئة العامة للقوى العاملة ومنها المنظمة الدولية للهجرة وحيث قامت المنظمة مشكورة بتنفيذ خطة عمل تكللت بتنفيذ العديد من البرامج والأنشطة والتي منها على سبيل المثال للحصر قامت عدد ثمان دورات وورش عمل في مجالات تهتم في قضايا الإتجار بالبشر وآليات الإحالة ودعم العاملين في مركز إيواء العمالة الوافدة أطلقت جمعيات الهلال الأحمر الكويتي حملة لجمع التبرعات لإغاثة الرهوينغا في مينمار الذين يعانون أوضاعا إنسانية صعبة وقال رئيس مجلس إدارة الجمعية هلال الساير أن الحملة التي تستمر أربعة أيام تأتي انطلاقا من اهتمام الكويت تجاه الشعوب الضعيفة التي تحتاج إلى دعم إنساني سريع لإغاثتهم مؤكدا الحرص على تقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى من هم في أشد الحاجة لها في مختلف أنحاء العالم دون تمييز أو تحييز لجنس أو عرق أو معتقد مأساة كبيرة جدا على حسب إعلان مفوضية الأمريكية المتحدة الأمم المتحدة بأن في 300 ألف نازح من الباهينغا من ولاية ماخير إلى بنجلاديش ولذلك جمعية هلال الأحمر الكويتي قاعدة تجمع تبرعات لمساعدة هذه النازحين وبعد أيام قليلة راح تطلع فريق كامل إلى بنجلاديش لمساندة النازحين نتمنى من الشعب الكويتي أن يتبرع لهذه المأساة العظيمة التي أعلنت الأمم المتحدة بأنها أعظم مأساة في هذا العصر راح تستمر إلى يوم الخميس حملة أقيث الروهينغا اللاجئين الذين اللأجوا من منمار إلى بنجلاديش وأيضا كذلك النازحين اللي نزحوا إلى الحدود في منمار إن شاء الله راح يكون هناك مساعدات عاجلة هناك فريق خلال يومين راح يتواجد هناك وإن شاء الله راح أكون أنا رئيس وفد الهلال الأحمر مع المتطوعين إخواني وقد وصف مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان زيد بن الحسين استهداف مسلمي مينمار بأنه عملية أمنية وحشية تفوق ما عانت منه تلك الأقلية سابقا وأضاف ابن الحسين أن عدد مسلمي مينمار الفارين من هذه العملية يفوق عدد من فروا من العنف ضدهم سابقا بثلاثة أضعاف كما أوضح أن المفوضية تلقت تقارير متعددة صورا من أقمار إصطناعية لقوات الأمن المينمارية والميليشيات المحلية التي تحرق قرى الرهوينغا وتستهدف بعمليات قتل خارج نطاق قانون بما في ذلك إطلاق النار على المدنيين وسط مشاركة حافلة ينطلق الملتقى الإعلامي الشبابي بعد غد الأربعاء على مدى ثلاثة أيام في محاولة لتشجيع الشباب على طرح الأفكار المبدعة والمتجددة وفتح أفاق جديدة أمام الشباب الكويتي والعربي تقرير مفصل لرباب الداح ضمن فعاليات الكويت عاصمة للشباب العربي لعام 2017 ينطلق من الكويت في الثالث عشر من الجاري الملتقى الإعلامي الشبابي بمشاركة واسعة لوفود من سبع عشرة دولة عربية الملتقى الذي يستمر لثلاثة أيام يشجع الشباب على طرح الأفكار المبدعة والمتجددة على مستوى العمل الشبابي والإعلامي ويفتح أفاقا جديدة أمام الشباب الكويتي والعربي هذا ما أعلن عنه المتحدث الرسمي باسم وزارة الشباب ناصر العرفاج خلال المؤتمر الصحفي الذي انعقد اليوم للإعلان عن انطلاق فعاليات الملتقى انطلاقا من الكويت عاصمة الشباب العربي اليوم نحن في صدد انطلاق الملتقى الإعلامي الأول من نوعه المعني في الشباب سيكون في تاريخ ثلاثة عشر من هذا الشهر إن شاء الله سيستمر إلى تاريخ خمستعشر بمشاركة سبعة عشر دولة عربية وأيضا بمشاركة متخصصين في مجال الإعلام العربي سواء من الإخوان في الكويت أو من الإخوان في الدول العربية المؤتمر صرتنا الضوء عليه من خلال مسألة التواصل الاجتماعي والفائدة مننا للشباب والعائد مننا للمجتمع العربي وكذلك سيكون هناك وثيقة وطنية أو وثيقة عربية وليست وطنية وثيقة عربية سيصدرها الشباب المشاركين في هذا الوقت بمشاركة متخصصين من دولة الكويت سيصيقون هذه الوثيقة سيتم رسال ومخاطبة جامعة الدول العربية بهذه الوثيقة وأيضا بحضور رئيس نقابة الإعلاميين العرب في الكويت سيتواجد معنا وسيستلم أيضا هذه الوثيقة لتبنيها ولتسليط الضوء عليها وكيفية أو وضع خارط الطريق في مجال الإعلام برؤية شبابية جديدة إلى جانب وزارة الشباب تشارك شركة كيبكول للمشاريع الكويت القابضة كشريك استراتيجي لفعاليات الملتقى إيمانا من الشركة بضرورة التواصل مع الشباب في عصر الإنترنت بالنسبة حق مشاركة مشاريع الكويت في مؤتمر الإعلامي أنا طبعا من خبرتنا في مجال الإعلام قاعدين نشوف أن الكويت قليل ما نرى أنه فيه تجوى إعلامي كبير من الوطن العربي فشفنا أن هذه الفرصة صراحة جيدة جدا نحن نشارك في هذا المؤتمر وبالذات أن هذا المؤتمر مثل ما تفضل أخوي ناصر أنه سيطرق لي موضوع التواصل الاجتماعي ويعتبر الحين ركيزة الأساسية التي ستستخدمها أغلى للشباب والذي لها طبعا يعني جانب إيجابي وجانب سلبي ويعني أنا من الشخصيات اللي قاعدة أسمع عنها أبو بيوف اللي رح تكون وجودة في المؤتمر وأنها رح تكون تحاول الشباب عن الغرب من تقلدة أنه رح يعني يوصلون الرسالة الصحيحة للشباب بالغاية الحالي لأننا فعلا محتاجين فيه لأننا نوصل الاستخدام الصحيح والحقيقي لمسألة التواصل الاجتماعي شركة أريدو للاتصالات كانت حاضرة في المؤتمر للإعلان عن فعليات الملتقى هي التي أعلنت على لسان مدير إدارة الاتصالات في الشركة عن أهمية مساندة الشباب والتقديم الدعم الفني لهم يصروني أن أؤكدوا على اعتزازنا بالشراكة مع وزارة الدولة الشباب لشؤون الشباب من خلال مبادرتها بالأخص مبادرة الكويت عاصمة الشباب التي تعد الأهم على المستوى المنطقة نحن في أريدو نؤمن إيمانا تاما بتمكين الشباب والمساهمة في دعمهم للوصول على المراتب في مختلف المجالات من خلال رعايتنا الممتدة على مدار العام ضمن خطتها للمسؤولية الاجتماعية ويهدف الملتقى الأعلامي الشبابي إلى الحفاظ على الهوية العربية وتمكين الشباب من العمل في المجال الأعلامي وتوفير فرص العمل لهم في المؤسسات الأعلامية المختلفة عبر التعاون مع القطاع الخاص ذلك كله من أجل ترجمة استراتيجية وزارة الدولة لشؤون الشباب رباب بداح الراي خلال لقاء مع الراي أعلن مدير عام شركة الدرة للعملات المنزلية صالح لوهيب عن بدء استقدام العملات الهندية والفلبينية والسيلانية قريبا موضحا أن الشركة تدرس فتح فرعا في كل تعاونية لخدمة عملائنا بوجود موظف لإصدار التأشيرات كذلك قال لوهيب أن رسوم الشركة موحدة للجميع من مواطنين ومقيمين ولا علاقة لها بدفع الجمعيات بعض التكاليف عن مساهميها الله حمد تم إعلان إعادة فتح استقطاب العمالة النسائية من الهند طبعا فيه شروط معينة وهذا المجال أو هذه البادرة اللي يت من قبل مشكورين وزارة الخارجية ووزارة الداخلية أهمى اللي نسقها من هالموضوع والانتهاء منه وتمت الموافقة عليه من قبل جمهورية الهند ممثلة في البرلمان الهندي اللي كان واضع شروط معينة وهالشروط تم تعديلها وتم الاتفاق من قبل دولة الكويت وتم إعادة فتح استقطاب العمالة النسائية ولكن بعد إن شاء الله منه متوقع بحدود شهر أقل من شهر بس متى ما وصل الكتاب من دولة الهند حق وزارة الخارجية ووزارة الخارجية إن شاء الله تخاطب فيها داخلية ويتم فتح اللي هو اللوك على العمالة الهندية أسم شمال الزور الأولى للاكتتاب في الربع الأول من العام المقبل تابعونا في صفحة الاقتصادية بعد فاصل الغصير أهلا بكم أعلنت هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص عن تعيينها شركة الوطني للاستثمار مديرا لعملية طرح 50% من إجمال أسهم شركة شمال الزور الأولى على المواطنين والتي ستتم في الربع الأول من العام المقبل وبالسعر الإسمي للسهم أوضحت هيئة الشراكة أنه من المقرر أن تتبع عملية الاكتتاب عملية أدراج الشركة في برصة الكويت بعد استكمال موافقات هيئة أسواق المال والجهات المعنية وقال مدير عام الهيئة مطلق الصانع أن مشاريع الشراكة التي يتم إشراك المواطنين في ملكيتها والاستفادة من منافعها هي ذات دور حيوي وأهمية قصوى في تطوير البنية التحتية مما يساهم في تحويل الكويت إلى مركز اقتصادي فعال في المنطقة للجلسة الثانية على توالي أغلقت برصة الكويت تعاملاتها اليوم على ارتفاع بدعم واضح من موجات الشراء الانتقائي على الشركات الكبيرة التشغيلية وصغيرة من عكس على المؤشرات الرئيسية التي سكنت الخنات الخضراء وقد أنهت السوق نشاطها اليومي على ارتفاع المؤشر السعري بواقع سبعة عشر نقطة ونحو نقطة وثمانية عشر نقطة للوزن ونقطتين لمؤشر كويت خمسة عشر المركز الأول في البطولة الأمريكية للدراجات المائية من نصيب الكويت التفاصيل في صفحتنا الرياضية بعد هذا الفاصل حقق متسابق الدراجات المائية الكويت عبدالله الفاضل المركز الأول في بطولة الولايات المتحدة الأمريكية للسنة الثالثة على التوالي بفئتي الغير معدل والمعدل لكبار المحترفين وقال الفاضل أن تحقيق لقب البطولة وإنهائها من غير إصابات هو خير استعداد لبطولة العالم التي ستقام خلال الفترة من الثاني وحتى الثامن من أكتوبر المقبل في بحيرة هافاسو بولاية أرزونا الأمريكية كما أشار إلى أن الظروف الجوية كانت صعبة للغاية أعلن رئيس رابطة الدور الإسباني لكرة القدم خافير تيباس تأجيل موعد الكلاسيكو بين الغريمين ريال مدريد حامل اللقب وبرشلونة من 20 إلى 23 من ديسمبر المقبل وقال تيباس للمحطة الإذاعية أن المباراة ستلعب السبت في الثالث والعشرين عند الساعة الواحدة ظهرا في ذلك الأسبوع نظرا لفترة أعياد الميلاد وقبل ختام نشرتنا لهذا اليوم نذكركم بإمكانية متابعتنا عبر موقع تويتر الراي ميديا جروب ومشاهدة جميع نشراتنا وبرامجنا عبر قناتنا على يوتيوب الراي تيوب في أمان الله اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر